الحديث يستمر حول بطولة غرب آسيا وخصوصا مباراة منتخبنا الوطني التي تجمعه أمام المنتخب السوري وأكيد هذه المباراة ستكون هي مباراة كبيرة ودعوة للجماهر العراقية بأن تساني المنتخبنا الوطني خلينا نروح نشوف المجموعة الثانية لبطولة غرب آسيا والتي تهت تعادل المنتخبين الأردني والكويتي والتقرير الذي عدى لنا زميل زيد غالب لنشاهد وأن عودة مرة أخرى الأردن والكويت في مواجهة لإثبات الذات أما أكون أو لا أكون خصوصا للنشامة الذين تعثروا في أول خطوة لهم وهذا اللقاء هو من أجل تصحيح المسار للاستمرار بطريق المنافسة أما الأزرق فحاله أفضل من منافسه لكن هذا لا يعني التهاون في طريقة اللعب أمام فريق مفعم بالحيوية والنشاط العالي فمع بداية اللقاء وجه الأزرق سهام الهجوم على خصمه استثمرها فيصل زايد بتسجيله الهدف الأول ومن ضربة جزاء ليبقى المتقدم بنفس الوتيرة التي انطلق بها سعيا في وضع الإصابة الثانية دفاعات النشامة أفشلت ذلك ليأخذ الأبيض الأردني طريق الاستحواذ والسيطرة على الكرة رغبة في إعادة تنظيم الصفوف وبشكل هجومي وكان له ما أراد من خلال المحاولات التي أخطرت الأزرق الذي هو الآخر عمل مصد لإنقاذ هذا الموقف الصعب عليهم لينجحوا في إنهاء هذا الشوط لصالحهم بهدف دون رد الجزء الثاني اختلف جذريا عن السابق ظهور جديد للنشامة بكل شيء الذين عملوا شلالا من الطلعات العديدة التي أتعبت وأرهقت المنتخب الكويتي بعد تراجعه وشعوره بخطر واضح أمام عينيه إلا أن الحال السليمان عبد الغفور ذاد عن مرماه وبشكل بطولي من أجل أن تبقى الشباك ساكنة رغم كثافة هجمات النشامة مستفيدين أيضا من حالة النقص العددي للكويت خصوصا بعد طرد اللاعب محمد خالد صمود الأزرق والقراءة الصحيحة والذكية لكل محاولة كانت مميزة في إبعاد معادلة الكفة التي بقيت بجانب الأزرق ثورة النشامة بقيت مستمرة رغم كل شيء إلى أن تحقق المطلوب بتسجيلهم هدف التعادل بعد عناء كبير بأقدام سالم العجالين لينتهي هذا اللقاء بهدف لكل فريق زيد غالب العراقية الرياضية